للتعليق على الموضوع يضم إلينا عبر الهاتف من أربيل أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالسلام برواري أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية دكتور عبدالسلام يعني كيف ترى انتخاب فالا فريد رئيسة لبرلمان كردستان نعم تحية لك وتحية لمشاهدات ومشاهدين في الحقيقة السيد هيمان هورامي الذي كان رئيس القائمة الهتفال الكردستاني في الانتخابات عند تشريح الدكتور فالا فريد قال به يعني بصراحة بكي يتم تثبيت ذلك في محضر الجلسة بأننا نازلنا نؤمن بأن من حق الاتحاد الوطني كثاني قوة أن يحصل على مرض منصف رئيسة ترلمان ولكن بكي ننتجم في القوانين والنظام الداخلي سنرشكح تشريح 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 التواصل الاتفاق مع التحاد الوطني عندها ستنازل في السؤال الضالة عن قررامان بكي يتم انتخاب مرشحة ومرشحة للاتحاد الوطني يعني هذا في تصورنا هو تحديث الموثم للاتحاد الوطني وحدا محراجهم وبيان حسن نيتنا بفضل ما الآن يقول السيد 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 النقي في التقرير من أنهم بالتغالي للتسام الحديث للقرارب والساني بإتفاقية سمتشوء فالحقيقة هذا صغير جديد للغة الإتفاقية كانت في صراحة أحقد اجتماع في ترلمان وانتخاب الرئاسة وهو ما حصل الثاني نقطة كانت حتى الاجتماع لمجلس محافظة تركو انتظر الإخوة البقية إلى يوم بعد الغرور ولكن أعضاؤهم قالوا أننا لا يمكن لنا أن نحضر الاجتماع وننتظر تعليمات فوقية بمعنى مع أن اجتماع مجلس محافظة تركو كانت بدعوة من الاتحاد وطيراتهم هم لم يحضروا الاجتماع النقطة الثالثة كانت يتوصل إلى وثيقة كياسية تتضمن رؤية مكتركة لبرامج الكتب من السنوات الأربعة المقبلة في الأسبوع الماضي الوثان المفاوضان اختفق على هذه البسيقة المقبلة هل انتخاب فالة من الممكن أن يفوك الشباك بين الكتب السياسية هل ستحقق أيضا الرؤية التي يرضو إليها بردامان كردستان أو الحزاب الكردية في السنوات الأربعة المقبلة للحكومة الكردية انتخاب فالة هل سيفوك الاشتباك بين الكتب السياسية؟ لا يعني اتخاذ انا شرحت الموضوع ببساطة لا أجد انتخاب الاشتباك كان لانقاذ الموقف وإعطاء الاتحاد الوطني فرصة أخرى لو لم يترشح أحد للرئاسة لما كنا رشحناها وبقي المنصب شاغلا ولكن حركة الجديد قدمت مرشحا لذلك السبب لأننا لم نكن نريد أن ينشغل المنصب لأننا نريد انتحاد الوطني أن يأتي ويستلم المنصب هذا كل ما في الموضوع دكتورة فالة تعرف أن شغلها للمنصب هو شغل وقتي ولو أن هذه المرة الأولى التي تحتاج بها سيدة وهي أستاذة جامعية الصلاة في القانون منصب رئيس برلمان وهي تستحقه ولكن هذا تعهد بالتباقات الكودستاني بأنه مجرد إرغال المنصب لحين مجلد الاتحاد الوطني وهم ظهروا في كل شيء في تبيل أن نوافق بالتباقات الكودستاني على مرشحهم لمحافظة ستركوك ونحن نقول حتى لو تم انتخاب محافظة ستركوك من سباين فهو سيكون محافظة جون طلاحيات وهذا لا يحدث المشكلة هذا كل ما في الموضوع كله يدور حول هذا الموضوع نعم هذية الطورات الخيرة إلى أي مدى ستنعكس على تشكيل الحكومة الجديدة؟ أنا أتصور الخطوة المهمة التي ضغرها الجميع منذ تقتل تسعة يومية الدراعات هي أن تنهى الجلسة الأولى للبرلمان انتخاب الرئيس بالبرلمان الآن هناك رئيسة الفرلمان الإجراءات هي التالية في الأيام المقبلة سيقدم رئيس كتلة الحزب الغانبوسة المرشحنة لرئيسة الوزراء عندما يتلكه الفرلمان بديه ثلاثين يوم للتباحث كل ما جرى حتى الآن هي مباحثات أولية غير رسمية المباحثات الرسمية حول تشكيل الحكومة ستبدأ بعد تسمية مرشحن كتلة الفائزة وهو الدمقالية الثانية لذلك أنا أعتقد الموضوع سيبدأ من الصفر ويبقى على الاتحاد الوطني هل يريد أن يربط مواضيع أخرى بتشكيل الحكومة أم يركز على تشكيل الحكومة الاتفاق الذي جرى مع حركة الترئيس الحقيقة أجريناه مع الاتحاد الوطني قبلهم لأننا نعرفهم من قوة الثانية وهما الأفضل في منطقة أخرى ولكن ربطهم لموضوع المحافظ تركوه وإصلابهم على ذلك والطبعية بكل شيء في تبيل ذلك هو اللي منع أن يحضر اليوم وأن يشاركوا في انتخاب أو تخديم مرشح نعم الدكتور عبد مفاوضات تشكيل الحكومة ستبدأ بعد تكفيث المرشحة بالتأكيد نعم دكتور عبد السلام برواري وصدى العلوم السياسية كنت معنا بر الهاتف شكرا جزيلا لك